السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم راح يكون الموضوع نصيحة لامتحان الـ USMLE او امتحان معادلة الشهادة الامريكية والطلباء الراغبين بهذا الامتحان طبعا راح تكون ثلاث نصائح فقط سريعة حبيت ان اشارككم بيها حتى تستفادون منها اول نصيحة راح انصحكم اياها هي انه تاخذ لك منهج محدد بالنسبة الي انا استخدم الفيرست ايد كمنهج طبعا فيرست ايد اللي ما يعرفون هو كتاب نوعا ما يعتبروه مثل كتاب شامل او مرجع الكتاب طبعا ستيب 1 وبي ستيب 2 وايضا ستيب 3 بالنسبة لستيب 1 هو كلش كتاب مميز هذا الكتاب ممكن تستخدمه كمرجع ولانه بي اساسيات او اغلب المواضيع الموجودة اللي راح تسأل بالامتحان موجودة به طبعا مو كافي واحدة لكن كاساس او كشي تبدأ تقرأ به فهو انا يفضله لازم تاخذ لك منهج ربما بعض الطلاب يفضلون منهج كابلن حسب اختيار الطالب لكن انصح انه تاخذ لك منهج محدد وتستمر عليه افضل انه تشتت روحك فهذه النصيحة الاولى اخذ منهج محدد واستمر عليه تحاول تشتت روحك وممكن اضيف معلومات من غير مصادر على هذا المنهج انا اشوف هذه الطريقة هي افضل للدراسة وطبعا هذه وجهة نظر ممكن تختلفون وياها هذا شي عايد لكم لكن هذه الطريقة اللي اشوفها افضل النصيحة الثانية للطلاب هوا يغفلوها انه لما نقرأ احنا موضوع معين مثلا لو نقرأ موضوع بالقلب او الكارديولوجي لما نقرأ موضوع بالصمامات القلب وبعض الامراض اللي تصيب صمامات القلب يعني ريقورجتيشن استينوسيس غيرها حاولوا تروحون تقرون الاسئلة الموجودة عليها من ضمن الكيوبانك او من ضمن بنك الاسئلة لليو اس امالي طبعا راح تسلوني مثل يا بنك او يا اسئلة طبعا هناك عدة كتب تحتوي على هذه الاسئلة لكن انا افضل اليو اليو اس امالي وورد افضل ممكن تجدوها بالانترنت وممكن طبعا اللي حاب يشترك لكن بمبلغ مالي عن طريق الموقع هو نفس اليو اس امالي وورد ممكن يشترك ويحل الاسئلة لكن موجودة ايضا في الانترنت ممكن تجدوها بشكل مجاني عبارة عن صور للاسئلة فهذه ممكن ايضا تستخدموها دائما ويما تقرأ المنهج او ويما تقرأ الموضوع اللي انت تقرأ حل اسئلة عليه لان راح تثبت في هذه الحالة بدماغك لانه انا امطي مثال انه لو قريتها بشكل عشوائي ما راح تقدر طبعا من الامثلة اللي استخدمها دائما على هذه المسألة خاصة بالمايكروبولوجي لما نشوف عدة بكتريات تسبب امراض ونخربط بيها لو حلينا اسئلة وياها راح نحفظها اكثر مثل كحالة انه لو جات مريض حروق يحتوي على انه شفت على جلدة صار او على المنطقة المحروقة صار باس خراج لونه اخضر مائل الى الزرقاق فعندك عدة بكتريات طبعا اكثر الناس راح يختارون ستاف اوريوس لانه هي موجودة اصلا على الجلد لكن جواب الصح راح يكون سيدومونس أرغينوزا لان اصلا هي اللي تنتشر في المستشفيات وتحب الرطوبة فممكن او بالاكثر تصيب هي مريض الحروق وبالتالي ممكن تسبب هذه المسألة للمريض الحروق فهذا مثال بسيط يعني طبعا حتى تفهموا لو ثبتنا المعلومة بهذه الطريقة ما راح ننساها لكن لو قرأنا وورا مد رجعنا نحل اسئلة راح ننسى المعلومة فهذه النصيحة الثانية اللي حبيت اقول لكم عليها وبالنسبة النصيحة الثالثة راح تكون بالنسبة لكتاب الفيرست ايد الفيرست ايد في نهاية الكتاب راح تجدون فصل اسمه رابد رفيو او مراجعة سريعة طبعا شنو هذا الرابيد رفيو او مراجعة سريعة هي عبارة عن فصل يحتوي على نقاط اساسية او اعراض والامراض اللي تسببها او اشياء راح تشوها بالسؤال راح تعني كي وورد يعني خلنا نقول انه يحتوي على كي وورد وحلها وكيف تحلها فشي بسيط مثل فلاش كارد او مثل اشياء سريعة تقدر من خلالها تعرف المسألة وتحلها وبالتالي تقدر تتذكرها فحاولوا دائما تنسخون هذا الرابيد رفيو وتخلوه ياكم وينما رحتوا انه ترجعون دائما عليها بحيث تحفظون الرابيد رفيو لانه يحتوي على مفاتيح لكثير من الاسئلة وبالتالي هذه الطريقة ممكن تستفادون بيها هذه بعض النصائح الحبية تشارككم بيها بالنسبة لـ USMRI اللي حب طبعا يستزيد ممكن موجودة يكتب في اليوتيوب ممكن يجد كثير من النصائح لكن هذه بعض الاشياء اللي حاولت انه اشارككم بيها ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من عدها والسلام عليكم